في مستجدات أخرى أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع اليوم قرب مقر البرلمان ومباني وزارية في قلب العاصمة أنقرة كان هجوماً إرهابياً أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح وقال وزير الداخلية التركية علي يرلي قاية إن إرهابيين نفذا هجوماً بقنبلة أمام مباني الوزارة في أنقرة مضيفاً أن أحدهما قتل في الانفجار بينما قامت السلطات هناك بتحييد الآخر وبدأ المدعي العام في أنقرة تحقيقاً فيما وصفه أيضاً بأنه هجوم إرهابي ولم تتهم السلطات أي جماعة مسلحة بالوقوف وراء الهجوم